ما هي الأدلة على صلب المسيح؟ طبعاً يعني عندنا أدلة كتابية داخلية من الكتاب المقدس والمعاصرين للكتاب يعني لا حصرة لها لا تعد ولا تحصى لكن رح أسأل خادم الرب الأخ عياد عن بعض الأدلة الخارجية أو الشهادات الخارجية لصلب المسيح شو راي؟ حضرتك في بداية الحلقة يعني طرحت سؤالاً استفهامياً أو استنكارياً أنه إذا رفض العالم الآن موت الرئيس المصري السادات بالرغم من حدوث هذا الموت في يوم تاريخ مصري الاعتفالات بنصر 6 أكتوبر وكانت كاميرات التلفزيون تسجل وكان هناك حضور كثير إذن من يعترض فهو ينطح الصخر لأن هناك أدلة تؤكد الحدث الحقيقة نحن أمام أدلة متوفرة جداً أدلة تاريخية خلينا أقول عندي أدلة تاريخية عندي أدلة جغرافية تغضع لعلم الأثار عندي أدلة كتابية أو كتابية يعني من كتابات اليهود نفسهم واللي استعرب الذي يتتبع أحداث الأناجيل خلينا أنطلق من إنجيل لوقة وهو إنجيل تاريخي لأنه لوقة مؤرخ ولوق وهو مؤرخ كتب بدقة متناهية ما يحتاجه التاريخ فالتاريخ يحتاج دايماً لكي تؤرخ ذكر أماكن وذكر تواريخ وذكر أشخاص وذكر حكام وذكر مدن والحقيقة لوقة وهو يؤرخ وأعطانا ما يلزم للتأكيد أن ما كتبه تاريخياً مضبوط بحصر اللفظ أفتكر أنه في عالم اسمه وليام رمسي قبل ما يعرف الرب كان حب أنه يمشي في الرحلة التي كتب عنها لوقة في سفر العمال الرحلة التي مر بها بوليس ليتأكد من عدم صحة ما كتبه لوقة في الكتاب وصار بدقة متناهية في المدن والأماكن التي كتب عنها بوليس إلى أن خلص في النهاية إنما كتبه لوقة سليم بنسبة 100% لأن لوقة مؤرخ من الطراز الأول لوقة ذكر لنا كان سبب إيمانه وكان سبب إيمانه طبعا لوقة ذكر لنا في إنجيله متى مات المسيح وفي أي عصر مات المسيح وفي عصر مين من القياصرة وألنا الأماكن التي تألم فيها المسيح وقال لنا الجبل الذي صلب عليه المسيح وقال لنا البقعة اسمها الجمجمة وهي جبل الجلجثة فكان يسرد لنا الأحداث بمنتهى التدقيق طبعا إحنا قلنا ما يكفينا من الكتاب لكن أروح للشهادات الخارجية الشهادات الخارجية عندي كتابات وثنية رومانية يعني مش من مؤمنين هذه أنا ضد المسح تمام وعندي كتابات يهودية وعندي كتابات جغرافية أو اكتشافات أثرية جغرافية أقول بس ما قيل من بعض العلماء الوثنيين الرومان واحد مثلا اسمه تاستوس 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 بيقول وهو مؤرخ وثني شهير يعني يقال أنه ولد سنة 25 ميلادية بيقول أن المسيحيون اشتق اسمهم من اسم المسيح الذي عاش وعلم ومات هناك في أرشاليم أيام بيلاطوس البونتي وأيام القيصر تيباريوس تيباريوس قيروس فهذا واحد بعيدا عن دائرة الإيمان لم يكن مع بوليس لم يكن مع يوحن لكن واحد بعيدا عن دائرة الإيمان إذا قلبنا شوية تاني في التاريخ هو بيكتب ضد هو بيكتب ضد طبعا يعني أنه هو بيكتب ضد عم بشهد عن أحداث الصلاة طبعا طبعا لكن مثلا إذا رحنا لسفر الأعمال أصح 17 بوليس راح كرز في منطقة اسمه أريوس باغوس وفي أريوس باغوس يقول في آخر الأصح أنه فيه ناس أمن به أو أمن بالمسيح نتيجة كرازتي من ضمن الأمن به واحد اسمه ديناسيوس الأريوباغي الكتاب ما قال لناش حاجة غير الاسم لكن لما نرجع نعمل سيرش عن الاسم ده نكتشف أن هذا الشخص كان قاضيا كان فيلسوفا كان علما هذا الشخص أرسله إلى مصر القديمة وقت ما كان المسيح بالجسد وقت ميلاد المسيح لكي يدرس في جامعة مصرية في الوقت ده كانت تسمعها جامعة عين شمس مش عين شمس المعروفة دلوقتي جامعة قديمة لكي يدرس الطب ويدرس القانون ويدرس الهندسة ويدرس الفلسفة وهو بيدرس أثناء الدراسة حدث موت الصليب وحدثت الظلمة التي جاءت على كل العالم وأعطى وقتها احتمال من ثلاثة لماذا هذه الظلمة التي حدثت؟ ده هو كتب الكلام ده وقال ربما يكون إله الكون الخالق متألما أو ربما يكون حساباتنا الفلكية حسابات غير دقيقة أو ربما يكون هناك حدث شيء خطأ بس مش عارف إيه الشيء الخطأ ده إلى أن يقال من التاريخ أن هذا الرجل ذهب وتقابل مع بوليس فيما بعد في أريوس باغوس لأنه كان قاضيا في أريوس باغوس وسامع خطاب بوليس في أريوس باغوس وقبل المسيح وسجل الاحتمال الذي وصل إليه أعتقد بعدما سمعت من بوليس أن الاحتمال الأول هو المضبوط وهو إله الكون كان متألما عند الصليب هذه الشهادات كلها مكتوبة يعوزني الوقت إن تكلمت عن شهادات أخرى واحد اسمه كرنيليوس تاسيوس سنة 55 مؤرخ روماني ملحد من أعظم مؤرخ روم القديمة ذكر كل أحداث حياة المسيح وصل بالمسيح وهو مؤرخ وليس مؤمنا في 15 مجلد ذكرها بالتفصيل أيام بيلاطوس البونتي وأيام تباريوس قيصر دول تلت أدلة من أدلة كثيرة تاريخية تكلمت عن موت المسيح اشتركوا في القناة